اهلا بحضراتكم من جديد عزيزي المشاهدين امبارح بقى اجريات خروع الدوري المجموعات واعلنت اختيارات الافضل للرجال والسيدات المجموعات التمنى يمكن في ناس قلقت شوية على المجموعات التانية اللي فيها ريفر بول لان المجموعات التانية اتلتكو مدريد ريفر بول بورتو ميلان اعتقد محسومة لاتلتكو مدريد وريفر بول مع احترامي لبورتو والميلان المجموعات الاولى المان سيتيو باريستان جيرمان ولايبزيج وكلوب بروج ايكس الهولندي بشكتاش سبورتنج وبروسيا دورتو موند المجموعات الرابعة الانتر مع ريال مدريد مع شخطار مع شريف الملدوفي الانتر وريال مدريد الاقرب المجموعات الخامسة بيرنوم يونيخ وبرشولونا بن فيكا دينامو كيف بيرنوم يونيخ وبرشولونا الاقرب المجموعات الستة فيا ريال منشستر يونيتد اتلانتا الايطالي يونج بايز السويسري منشستر يونيتد واتلانتا الايطالي اقرب من فيا ريال ليل الفرنسي مع إشبيلية مع سريسبورج مع فلفسبورج إشبيلية هيعدي ومنافسة على البطاقة التانية بين السلاسي مجموعة تامنا تشيلسي ويفونتس وزينت ومالمو السويدي تشيلسي واليوفيد دي كلها توقعاتي الشخصية كمان أعلنت نتائج الأفضل في أوروبا أفضل حارس مارما وعن جدارة الحياة سعيد جداً ليه إدوارد مندي حارس تشيلسي الإنجليزي وأفضل حارسة سندارا بانوس حارسة برشلونة الإسباني أفضل مدافعة بجدارة روبين دياز أو دياز من منشستر سيتي وأفضل مدافعة هي برديس من لعبة فريق باريس سان جرمان أفضل لاعب وسط أنا كالرأيي الحياة هو أفضل لاعب مش أفضل لاعب وسط نجولو كانتي لعب تشيلسي الإنجليزي ولعبة برشلونة الإسباني إليكسيا بوتياز أما أفضل مهاجم فبجدارة إيرلينج هالند لعب دورتموند الألماني وأفضل مهاجمة جينيفر هيرموسو من برشلونة الإسباني أفضل مدير فني وبجدارة أيضا كان توماس تخل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي وأفضل مدرب لفريق سيدات كان لويس كورتيس مدرب برشلونة للسيدات أفضل لاعب كان مفاجأة هو جورجينيو اللاعب تشيلسي الإنجليزي وأفضل لاعبة إليكسيا بوتياز لعبة برشلونة كده خلص الكلام مسك الختام سلام